طبعاً الانتخابات الأمريكية خلاص قابق أو سين أو أدنى شايف الانتخابات دي زي وتأثرها داخلياً وخارجياً عليك أولاً طبعاً صباح الخير عليك وصباح الخير عليك منا وصباح الخير عليك رجائي وأهلاً بكم كلكم طبعاً ليه العالم كله مهتم بأمريكا والانتخابات الأمريكية لأنه طبيعي أن أمريكا طبعاً قوة كبرى في النظام الدولي أمريكا منخرطة في كل العالم في كل القضايا بما فيها الشرق الأوسط يعني تكلمنا عن لبنان أمريكا ممتواجدة في فلسطين في إيران في الصين في أوكرانيا وبالتالي نتيجة الانتخابات الأمريكية تؤثر بشكل كبير ليس فقط على الداخل الأمريكي ولكن أيضا على قضاء السياسة الخارجية بحكم أمريكا كقوة مؤثرة والقوة الأولى الآن يعني مشانو الكوة الوحيدة ولكن على الأقل القوة المسيطرة والمؤثرة على السياسات العالمية بالطبع ربما على خلاف الانتخابات السابقة هذه الانتخابات هي انتخابات نسمها حامية الوطيس يعني لا يمكن التنبؤ بمن سيفوز هناك تقارب شديد في الفرص بين المرشحين سواء الجمهوري دونالد ترامب أو الدموقراطية كمال هارس لماذا هذا التقارب؟ أولا في نظرية ما يسمى المزايا النسبي كل منهما لديه مزايا ونقاط ضعف يعني متقاربين في نقاط القوة هذا لديه نقاط قوة في بعض القضايا أو بعض الملفات والآخر لديه بعض نقاط قوة في الملفات الأخر هذا بيجعل الصباق محتدم استطلاعات الرأي حتى الآن كانت تظهر تقدم كمال هارس في الأسابيع الماضية بفارق على أقل من 3 إلى 6 نقاط آخر استطلاع رأي أمس أظهر تقدم دونالد ترامب بنقطتين 47% المقابل 45% لكمال هارس يعني حتى استطلاعات الرأي فيها سيال فيها تقارب شديد يعني دائما هامش الخطأ في حد 4% في استطلاعات الرأي لكن على الأقل بتظهر أن المنافسة محتدمة أن كل منهما لا يمكن أو لا نقول أنه استطاع أن يحسم الصباق مبكرة ربما فيه لو كان مثلا صيغة ترامب بايدن كانت الأمور واضحة أن ترامب تقريبا حسم الصباق ليس لكوة ترامب ولكن لضعف بايدن هذه المرة طبعا هناك نقاط قوة بالنسبة لدونالد ترامب هو لديه ملفات أو يسمى الأوراق الرابحة ما هي الأوراق الرابحة لترامب؟ هي الاقتصاد الرجل هو رجل أعمال وجاء من خارج المؤسسة يعني رجل أعمال ناجح وهو اختبر فيه الولاية الأولى حكمة من 2016 إلى 2020 هو الأمانة حقا كان جزات اقتصادية غير مسبوكة في تاريخ أمريكا في أول سنتين بغاية 2018 إلى 2019 وسواء خفض معدل بطالة توفير فرص العمل السياسات الاقتصادية النموة الاقتصادي لكن كل هذه الانجازات طارت أو تبخرت للأسف بعد كورونا يعني كورونا قادت عليه اقتصاديا وسياسيا وبالتالي بسبب سياسات الإغلاق وتبخر وهذا طبعا هو طبعا كان رفض الإغلاق وده أدى لخسراته أمام الرئيس بايدن يعني بايدن استغل نقاط ضعفة ترامب وفازر السول هذه المرة ترامب لديه رؤية وضحة في تعلق في الاقتصاد الرجل يعني كما يقولون رجل عمل شاطر أو ناجح يعني لديه فكرة أنه يفرض رسوم حماية على السلع الأجنبية لحماية الصناعة الوطنية فكرة دعم الصناعة تخفض الضرائب هو النقطة الأساسية عنده تخفض الضرائب من منطلق أنه سيخفض الضرائب على الشركات الكبرى وعلى رجال العمل فبالتالي يسهل أو يساعد فيه تنشط السسمار وتوفير فرص العمل هذه نظرياتها الاقتصادية ولديه رؤية اقتصادية متماسية واضحة هذه نقطة نقطة الثانية أيضا من أوراق ترامب الرابحة موضوع الهجرة لأن قضية الهجرة أيضا الغير القانونية هي بتؤرق المجتمع الأمريكي وعلى فكرة هذه القضية مزمنة منذ سنوات يعني لن تحل ولم تحل ولن يحلها ترامب ولا كمال هارس لكن على الأقل ما يحدث هو كيفية السيطرة عليه أو التخفيف من أسار بلغة الأرقام هناك أكتر من 13 مليون شخص غير قانونة داخل الأمريكا داخل الأمريكا منهم 6 فقط 6 مليون دخلوا في عهد بايدن وهذه تمثل نقطة ضعف لبيدن وكمال هارس لأن كمال هارس بحكم أن هي نقيقة الرئيس تتحمل مسؤولية عن زي السياسات ترامب لديه استراتيجية فكرة المنع من المنبع بمعنى وضع أولا وقامة الجدار العازل سيستكمله بدأ فيه في الليات الأولى ثم عقد اتفاق مع المكسيك بحيث أن يتم رجعه للمهاجرين مرة أخرى إلى بلدانهم من أمريكا اللاتينية وغلبهم من أمريكا اللاتينية كمال هارس فكرة ديمقراطيين وفكرة التطقيق في المهاجرين السمح لبعضهم ويرجع لآخر فكرة تقوية نقاط المراقبة والشرطة على الحارس الفدرالي على الحدود الأهم أن الجمهوريين لديهم نقطة قوة أقوى من الديمقراطيين فيما يتعلق بزي القضايا لهذه أحد بلفات أو نقاط القوة للتراب